شهر رمضان الفضيل لم يترك كورونا مناسبة إلا وأطفأ بهجتها فحل شهر رمضان المبارك هذا العام فاقدا لروحانيته وأجوائه الدافئة رغم ذلك يحاول مسلم العاصمة النمساوية فيينا إيجاد الظروف المناسبة لأحياء أجواء رمضانية وإن كانت مختلفة عن المعتادة حيث يتوافد المسلمون إلى الجوامع مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد الاجتماعي ووضع الكمامات رمضان هذا العام يختلف عن العام الماضي فالعام الماضي لم تكن هناك صلوات تقام في المسجد لكن هذا العام بمشيئة الله عز وجل تم افتتاح المسجد وتقام الصلوات الخمس مع الالتزام بالاحترازات المطلوبة من لبس المسك والالتزام بالسجادة الشخصية والتباعد طبعاً في ظل هذه الظروف الراهنة يتم بث للدروس يومياً على موقع المركز الإسلامي اختصرت أشكال الاحتفال على الزينة على المحال التجارية في أسواق الجالية المسلمة في فيينا والاستماعي للأناشيد الدينية التي علت على وقعها أصوات الباعة مهللة بقدوم شهر الكريم فيشعر الزائر لها ببهجة هذا الشهر الفضيل وتميزه احترم المقيس الصحية والتعليمات التي تأتي من الإطار الطبي والإطار القانوني في الدولة تمنى أنه رب يرفعين هذا البلاء والوباء فرمضان قبل 3-4 أيام تبتدر الناس تيجي علشان تأخذ الحاجات بتاعتها ومعظم الحاجات الناس اللي بتشتريها زي التوابل، الخاضرات المجمدة، البامية الملوخية والطمور تبرز أهمية الصيام وإيجابيته في ظل جائحة كورونا وفقاً للدراسات التي أكدت على تأثير شهر رمضان المبارك في تحسين الحالة النفسية للصائم وأيضاً تقوية الجهاز المناعي، وبالتالي محاربة العديد من الأمراض الفيروسية المرة الثانية نصوم شهر رمضان على إيقاع الحياة الذي فرضته كورونا فبدلاً من اقتسام الفرحة والدفئ في شهر رمضان تبعدنا مراعة لمسافة الأمان ديلا عن سيدو لتلفزيون مملكة البحرين فيينا